المكون الثاني من مكونات الحاسوب اللي هو البرمجيات أو الصفتوير نحن ذكرنا في الفيديو الفات انه المعدات هي الأجهزة المكونة المحسوسة لجهاز الحاسوب ذكرنا انه الكمبيوتر عبارة عن جهاز إلكتروني قابل للبرمجة وقلنا انه قابل للبرمجة معناها انه اي اوامر انا بديها ليه هو بيقوم بنفذها ليه هنا انه احنا في الجزئية دي احنا نتكلم الليه عن الاوامر اللي انا بديها للكمبيوتر او التعليمات اللي انا بديها للكمبيوتر او ما يسمى الصفتوير في الدرس ده ان شاء الله احنا نتعرض لأول حيات تعريف البرامج او الصفتوير هتكلم عن انواع البرمجيات لانه هي عندها انواع مع حاجة واحدة هتكلم عن حاجة اسمها تثبيت البرامج أو من وين أنا بتحصل على البرامج من أي مكان هتكلم عن برضو حاجة اسمها ترخيص البرمجيات أو الصفتوير licensing أولا البرنامج البرنامج عبارة عن منظومة مرتبة من التعليمات أنا بديها للكم معالج عشان نسنه إنه فضلية مهام معينة في الفيديو الفات أنا ذكرت إنه المعالج بيد عامل مع حاجة سموها لغة الآلة أو ال-0101 فهو ما بيفهم البيانات إلا بشكل 0101 أنا ما بقدر أبرمج الكمبيوتر بشكل 0101 لأن أنا في النهاية بشر البشر بتعامل مع حروف بتعامل مع أرقام وتعامل مع اللغة العادية اللي نحن بنعرفها فكل اللي بيحصل إنه المبرمج أو الصفتوير developer مطور البرمجيات بيكتب برنامج بلغة عادية لغة إنجليزية البرنامج ده أو مجموعة من التعليمات بيتم ترجمته إلى لغة الآلة داخل المعالج فالطريقة دي يعتبر البرنامج وسيل التخاطب بيني أنا كمستخدم للكمبيوتر وبين شنو؟ بين ال-hardware أو المعدات اللي هي المعالج نفسه أو الكمبيوتر نفسه فهو ده اللغة بتاعت التخاطب بينه بين الكمبيوتر أنا كمستخدم والكمبيوتر ك-hardware أنواع البرمجيات نحن عندنا أنواعين رئيسيين من البرمجيات النوع الأول بسموه أنظمة التشغيل والنوع الثاني بسموه التطبيقات حنتكلم عن تعريفاتهم لقدام لكن حالياً دي هي كده أنواعهم النوع الأول أنظمة التشغيل أو ال-operating systems والنوع الثاني اللي هو ال-applications أو التطبيقات من وين أنا بقدر أتحصل على البرامج؟ البرامج أي برنامج مثلاً ممكن يكون برنامج تاع antivirus ممكن يكون برنامج بتاع حزمة office ممكن يكون مشغل بتاع أغاني مثلاً أو مشغل تاع صوتيات أو مرئيات أو فيديو أي أن كان البرنامج اللي أنا عاوزه بتحصل عليه عن طريقين أنا بتكلم هنا عن برامج الكمبيوتر تحديداً وليس برامج الموبايل أو التطبيقات طبعاً تطبيقات الموبايل أنا بقدر نزلها من ال-app store ال-google play أو ال-app store الخاص ب-apple لكن أنا هنا بتكلم عن تثبيت البرامج في جهاز الحاسوب أو ال-desktop البرامج أنا ممكن يتحصل عليها من خلال الستوانات مثلاً أنا عاوز أشتري برنامج برنامج antivirus فبمشي المحل بتاع الكمبيوتر بقوم بقول له يا أخي أنا عاوز استوانات استوانات نوات 32 مثلاً أو كاسبر سكاي أو أي نوع من أنواع ال-antivirus أو البرامج الخاصة بمكافحة الفيروسات في حالة دي أنا هنا بتكلم عن حاجة اسمها local source أو مصدر محلي مصدر محلي لأنه أنا خلاص برنامج محفوظ عندي في وسيط تخزيني اللي هو ال-cd أو ال-dvd وبعد كده أنا بجي بدخل الستوانة بتاع تديه في الكمبيوتر وبتبع التعليمات اللي بتخلي البرنامج يحصل له installation أو يحصل له تثبيت عشان أقدر استخدمه فيما بعد الخيار الثاني إن أنا أمشي أنزل الملف من الانترنت في الحالة دي ده بسموه online source أو مصدر عبر الانترنت الملفات اللي أنا بحمله عبر الانترنت أنا ما بنزل البرنامج نفسه أنا بنزل حاجة بسموها مثبت البرنامج اللي هو عبارة عن ملف مضغوط امتداده بكون دائماً EXE أو MSI MSI دي خاصة بWindows سموه مثبتات Windows أو Windows Installer الملف ده أنا بنزله وبعد كده بضغط علىه double click وبيفتح معاي وبتتبع التعليمات اللي بتخلينا أنا قوم أنزل البرنامج طبعاً في الفيديو الجاي إن شاء الله هنبدأ العملي الخاص بأساسيات الحاسوب فجزء منه هيكون عملية تثبيت برنامج فهنعرف كيف نحن نعمل install the application أو تثبيت لشنا لبرنامج أنظمة التشغيل أنظمة التشغيل كنوع من النوع البرمجيات هي عبارة عن برامج بتستخدم لإدارة الحاسوب بإدارة معدات الحاسوب بمعنى قبل نحن قلنا إنه الكمبيوتر مكون داخلياً من ثلاثة أجزاء بتشتغل مع بعض اللي هي CPU والرام والهاردسك واضحنا العلاقة بيناته ومعرفنا كيف البيانات بتطلع من هنا وتمشي هنا نظام التشغيل مسؤول عن إدارة معدات الحاسوب الداخلية والخارجية كذلك وبرضو مساعدة المستخدم على التعامل مع الحاسوب أنا بتعامل مع شاشة هنا الشاشة دي هي اللي أنا باستخدمها لإدخال البيانات للكمبيوتر أنا ما عندي اهتمام بإني أعرف اللي بحصل شنو داخل الكمبيوتر لأن أنا في النهاية الشاشة بتاخد من المدخلات وفي النهاية تعرض لي المخرج بتاع الحاجة اللي أنا بعمل فيها وهو زي ما أنا قلت في بداية الفيديو عبارة عن وسيلة تخاطب لبين المستخدم وبين شنو بين الكمبيوتر نفسه ما في كمبيوتر بيعمل بدون أي نظام تشغيل يعني لو لا قدر الله الكمبيوتر بتاعك السيستم بتاعه ضرب مثلا أو حصل فيه أي عطل الكمبيوتر حيكون معطل إلى أن تصلح نظام التشغيل أو تنزل نظام تشغيل جديد يسموها أنظمة تشغيل الحاسوب أشهر أنواع أنظمة تشغيل الحاسوب هي الويندوز والماكينتوش وحاجة يسموها اللينوكس هنوضح الفرق بينهم سريع الويندوز عبارة عن نظام تشغيل من إنتاج مايكروسوفت أو شركة مايكروسوفت آخر اصدار له حاليا اللي هو ويندوز 10 هندرسه إن شاء الله خلال الكورس ده بيتميز بأنه نظام تشغيل مغلغ المصدر هنتكلم عن المغلغ المصدر والمفتوح المصدر دي في نهاية الفيديو إن شاء الله لكن نظام التشغيل الويندوز هو نظام تجاري غير مجاني لازم تشتريه عشان تقدر تستخدمه وغير كده هو يعني متطور بشكل متازد وأكثر نظام شعبية في العالم وأكثر نظام بتلقاه مطبق في جميع أنواع الأجهزة النظام الثاني اللي هو الماكينتوش ماكينتوش من إنتاج شركة أبل وأبل هي الشركة المشهورة طبعا بالآيباد والآيفون من زبعا بتنتج نظام تشغيل بسموه ماكينتوش وبرضه هو نظام تشغيل غير مجاني نظام تشغيل تجاري في فرق مهم جدا بين أبل ومايكروسوفت في المنتجات بتاعتهم مايكروسوفت بتبيع الويندوز كمنتج كسوفتوير كبرنامج تشتبيعه في استوانات أو بيتيح تحميله عن طريق الإنترنت لكن أبل عشان تقدر تستخدم نظام التشغيل بتاعه اللي هو الماكينتوش لازم تشتري جهاز من إنتاج أبل بمعنى أنه أبل بيتبيع السوفتوير بتاعه مدمج مع الهاردوير اللي هي بتصنعه عشان كده عندهم أجهزة خاصة بهم بيكون فيها السوفتوير المتوافق مع الأجهزة اللي هما بينتجوها يبقى فرق سريع مايكروسوفت بيديع لك سوفتوير فقط لكن أبل بيديع لك هاردوير وسوفتوير ما بعض على الجانب الثاني عندنا حاجة اسمها اللينوكس اللينوكس عباره عن نظام تشغيل بس يعني برضو ما معه هاردوير لكن بيتميز عن أبل أو مايكروسوفت أنه هو الحاجة ما إنتاج شركة معينة هو إنتاج مجتمع لمطورين حول العالم عشان كده بسموه Open Source أو نظام تشغيل مفتوح المصدر ما في جهة معينة بتتولى إنتاجه أو تتولى تطويره في مجتمع بتاع مطورين أو مبرمجين حول العالم هما بيزيدوا أو بيطوروا السيستم ده يوما بعد يوم بيتميز بينه السكيرتي بتاعته عالي جدا ما فيه فيروس كثيرة ما فيه مشاكل بتاعت هجوم يعني أمنيا هو نوعا ما أفضل بكثير من الويندوز ومن الماكينتوش ثاني حاجة الشعبيت البرامج المجانية فيه كثيرة جدا فأي برنامج تجاري عادة بيكون عنده بديل بيكون Open Source أو مفتوح المصدر كل البرامج اللي أنا تكلمت عنه هدي طلع منا نسخ للموبايل فزي ما عندنا ويندوز 10 للدسكتوب فحاجة اسمها ويندوز فون ويندوز فون حاليا خلاص بيقى اوبسترد الشركة وقفت انتاجه وبعد كده طلع فيه وبعد كده كان ويندوز 10 موبايل والويندوز 10 موبايل زات وبعد كده ماكروسوفت وقفته وبقد في النهاية طلعت من سوق الهواتف الذكية وبقد بيتنتج لسطح المكتب فقط فحاليا النظام المتوفر الوحيد من ماكروسوفت هو ويندوز 10 ابل عندها نظام تشغيل مشهور جدا للهواتف الذكية وعندهم هم تعتم هواتف الذكية الواب سموه الاي او اس والوح عليها نحصل اي او اس 13 وعندنا نهاية السنة ده سيكون في اي او اس 14 ان شاء الله اللينوكس في نظام تشغيل مشهور جدا في العالم مبني عليه اللي هو الاندرويد اكتر من 70% تقريبا من اجهزة العالم الموبايلات او السمارتفونز فيها نظام التشغيل اندرويد فهو اكتر نظام تشغيل انتشارا في العالم للهواتف الذكية الجزء الثاني من البرمجيات نحنا قبل قلنا انه عندنا انظمة تشغيل وعندنا تطبيقات التطبيقات عبارة عن برامج تؤدي مهام محددة نظام التشغيل عبارة عن برنامج يستخدم لادارة الحاسوب بالكامل فما بقدر اقول انه هو عبارة عن برنامج يؤدي لي مهمة محددة لكن التطبيقات على العكس برنامج انا عملته عشان يؤدي لي مهمة محددة وبالتالي بيعرف عن طريقة المهمة اللي هو بعمله مثلا عندي انا برنامج الويرد عبارة عن برنامج يستخدم للطباعة برنامج الpowerpoint يستخدم لعمل العروض التقديمية برنامج الexel بستخدم للحسابات انا ما بقدر اشتغل حسابات عن طريق برنامج الويرد ولا بقدر اعمل presentation عن طريق برنامج الexel ما بقدر ارسم عن طريق الكالكوليتر مثلا ولا بقدر اشتغل حسابات عن طريق الرسام فدي برنامج كل تطبيق منها بادلية مهمة محددة فاول الانواع من التطبيقات نحن هناخد امثلة وليس انواع هناخد امثلة للتطبيقات منها حاجة اسمها التطبيقات المكتبية وافتكر في الفيديو بتا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اتكلمنا عنها سريع وحعد عليها بسرعة اللي هي معالج النصوص الجداول الالكترونية اللي هي برامج الحسابات العروض التقديمية اللي هي البرزنتيشنز وقواعد البيانات قلنا ان هذه عبارة عن برامج مخصصة لانشاء المعلومات عندنا برامج الاتصالات فهي البرامج المستخدمة في التواصل منها البريد الالكتروني وهو وسيلة لإرسال واستقبال الرسائل الالكترونية في شكل نصي او في شكل بتاع ملفات مرفقة في برامج نقل الصوت عبر الانترنت او ال Voice Over Internet Protocol هي نقل نقل الصوت عبر بروتوكول الانترنت وليس بروتوكول نقل الصوت عبر الانترنت الترجمة الصحيحة نقل الصوت عبر بروتوكول الانترنت برامج تستخدم لإجراء الاتصال الصوتي الاتصال الصوتي تكنولوجيا معقدة جداً حاجة مختلفة تماماً في عالم الـ IT اللي هي أنا بقدر أحول بها الـ Human Voice من مكان إلى مكان دي من أشهر البرامج طبعاً الـ Skype وحالياً معظم البرامج الثانية بيقى تشتغل Voice Over Internet Protocol النوع الثالث من برامج الاتصالات اللي هو Instant Messaging أو المراسلة اللحظية اللي هي البرامج تحت الشات ودي عبارة عن دردشة شخصين بيكونوا الاتنين Online في نفس اللحظة الرسائل بيناتهم بتكون فورية يعني بمجرد ما أرسل الرسالة حتصل للشخص الثاني والشخص الثاني حيرد إليه برضو في نفس اللحظة الهو أو الفجوة بين البرامج الخاصة بين المراسلة اللحظية وبرامج نقل الصوت عبر بروتوكول الإنترنت حالياً بيقى تبسيطة يعني معظم برامج الشات بيقى فيها إمكانية Video Call و Voice Call وأصلاً برامج الـ V-O-I-P فيها إمكانية الشات أو الدردشة النصية تقريباً كلهم بيقوا حاجة شو؟ بيقوا حاجة واحدة النوع اللي بعده حاجة اسمها الشبكات الاجتماعية وهي عبارة عن خدمة معتمدة على الإنترنت بتسمح للأفراد أنه أنا أعمل بروفايل زي الفيسبوك مثلاً أممشي أعمل ليه بروفايل؟ بعد ما أعمل بروفايل ببدأ أعمل كونكتعة مع الناس برسل طلبات صداقة مثلاً أو بدخل جروبات أو بعمل لايك لأي بيجز أو صفحات بعد كده ببدأ أنا أنشر يومياتي أو أفكاري أو أي حاجة أنا بعمله والناس بيتفاعلوا معي من خلال السيستيم الخاص بالشبكة الاجتماعية فدي واحدة من الحاجات المهمة جداً وآخر الكورس الخاص بالتعاون عبر الإنترنت إذا الناس إن شاء الله شاركت معنا فيه حيتكلم بشكل خاص عن الشبكات الاجتماعية لذلك كورس أساسيات الحاسوب هو مقدمة مهمة جداً لبقية برامج الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب البرامج الخاصة بالوسائط هي الخاصة بتشغيل المرئيات داخل جهاز الكمبيوتر وتشغيل برامج التلفزيون اللي هي المشغلات نحن مشغلات أنواع كثيرة في منها حاجة اسمها VLC في ويندوز ميديا بلير الخاص بالويندوز نفسه في برامج كثيرة أنا بقدر من خلالها أشغل الفيديو وشغل الصوت برامج التصميم برامج أنا بستخدمها لإنتاج محتوى معين المحتوى ده ممكن يكون صور ممكن يكون فيديو مثلاً برامج دي أنا بستخدمها عشان أعمل محتوى عادةً بيكون تجاري بستخدمه في الدعاية والإعلان ومن أهمها برنامج الفوتوشوب الفوتوشوب طبعاً برنامجي غني عن التعريف أنا بقدر أصميم بيهه بروشورز بقدر أصميم بيهه لافتات بقدر أصميم بيهه صور عادية فهو بيستخدم لحاجة اسمها الامج ادتينج أو تحرير الصور مايكروسوفت عندها برنامج خاص اسمه الفوبليشر بيعمل حاجات شبيهة ببرنامج الفوتوشوب آخر حاجة في أنواع التطبيقات حاجة اسمها تطبيقات الأجهزة المحمولة وهي أي برنامج أنا بنزله عشان أستخدمه في الموبايل طبعاً التطبيقات دانر بنزله منين بنزله من الاب ستور أو الابليكيشن ستور أو متأجر التطبيقات جوجل عندها حاجة اسمها بلاي ستور ومايكروسوفت عندها مايكروسوفت ستور وأبل عندها حاجة اسمها اب ستور المصطلح الأخير اللي أنا في الفيديو دا إن شاء الله اللي هو ترخيص البرمجيات هنتكلم شوية عن حاجة اسمها الترخيص عموماً أي منتج أنا بشتريه عادة بيكون معاو حاجة بسموها الضمان الضمان عبارة عن عقد صغير أو اتفاقية صغيرة بين الشركة المنتجة للمنتجة المعين دا وبينك أنت كمستخدم اللي هو مثلاً لمدة سنة ضمان لمدة سنة ضد عيوبة تصنيع مثلاً الدعم الفني اللي بيتقدموا لك الشركة عشان تقدر تستخدم المنتج المعين دا سواء كان مثلاً ممكن يكون مثلاً تلاجة فهم بقوا لك إن حسنة اللي يقدام صيانة التلاجة دا حتكون مجاناً على الشركة فدي عبارة عن اتفاقية بتحكم استخدام المنتج بينك أنت وبين الشركة العام للمنتج البرمجيات أو البرامج عموماً عبارة عن منتجات أنا لما المبرمج معين يطور ليه آلة حاسبة أو يطور ليه برنامج للحسابات مثلاً فدي عبارة عن منتج المنتج دا محمي بحقوق معينة لابد إنه انت كشخص بتستخدم البرنامج تكون عارفة فالبرمجيات أو الترخيص عبارة عن حاجة بسموها اتفاقية رخصة المستخدم النهائي أو ال End User License Agreement وده مصطلح مهم جداً في البرمجيات هو عبارة عن معقد بين المرخص والمشتري يعلم فيه حقوق المشتري في استخدام البرنامج بيظهر ليه متين الاتفاق ده بيظهر ليه أثناء تثبيت البرنامج في شكل رسالة زيدي الرسالة دي عادة الناس يعني للأسف بيضغطوا على Accept أو Agree طوالي وما بيغروها لكن الرسالة دي بتلزمك قانونياً بشروط استخدام المنتج يعني إذا مكتوب في الرسالة في الاتفاقية إن يا أخي يمنع بيع البرنامج أو حتى يمنع تثبيته على جهاز ثاني وإنت ما قريت البند ده ومشيت نزلته في جهاز ثاني قد تعرض للمسائلة القانونية فالاتفاقية دي مهمة جداً هي بتوضح حقوق المشتري وتوضح مسؤولياته تجاه استخدام البرنامج بناء على الشروط الموضوعة في استخدام البرنامج أو الترخيص الموضوع للبرنامج بتتقسم البرامج بتاعتي حسب الرخصة بتاعتي للآدي أول حاجة نحن عندنا نوعين رئيسيين من البرامج اللي هو الOpen Closed Source أو البرامج الحصرية أو البرامج المملوكة والOpen Source البرامج المملوكة أي برنامج تمتلك الشركة حقوق تطويره وما بتنحق التطوير لأي شخص أي برنامج لما يتم كتابته مثلاً بيتكتب في شكل تعليمات معينة وبعد كده بتعمل لوحة اسمها Compile الكمبايل بيحوله للمنتج النهائي أو الشكل النهائي أي تعديل في مميزات البرنامج بنرجع تاني للصورس الأصلي أو البرنامج الأصلي بنعدل فيه وبنعمل كومبايل من الأول عساس أنه نطرح البرنامج بشكل جديد يبقى الشفرة الأصلية التي تكتب بها البرنامج بيسموها السورس أو الشفرة المصدرية السورس كود السورس كود في حالة البرامج المملوكة أو المغلقة المصدر لا يمكن لأي شخص خارج الشركة أو خارج المبرمجين لطور البرنامج إنه يقدر يطلع عليه أو يقدر يعدله وبالتالي عادة برنامج بيطرح تجاريا بيكون غير مجاني لأنه إذا حقدر عدله بالضرورة حقدر استخدمه في شكل مجاني لكن في حالة البرامج المملوكة أو المغلقة المصدر البرنامج لا يمكن تعديله من قبل أي شخص ما عدا الشركة اللي هي مطورة عكس البرامج الثانية اللي هي بسموها الopen source أو البرامج مفتوحة المصدر في حالة البرامج المفتوحة المصدر المبرمج العامل للبرنامج نفسه لمن يطرحه للإنترنت بيطرح معاه source code نفسه أو الشفرة المصدرية السبب في الحالة دي شنوه؟ السبب إنه هو بيتيح الفرصة لمبرمجين ثانين إنه ميقدر يعدل معاه البرنامج وفي الحالة دي نوعا ما البرنامج الحالة ما يشتغلوا فيها أكثر من عقلي بتكون التطوير بتاعها أفضل مما لو يشتغل عليها شخص واحد فبالتالي عملية تطوير البرنامج بتتم بشكل كويس وغير كده أي شخص بيقدر يعدل في البرنامج بالحاجة اللي هو عاوزة أو بالشكل اللي هو بالشكل اللي هو عاوزة عشان كده بتلقى واحد من أمثلة البرامج مفتوحة المصدر اللي هو اللينوكس واللينوكس بتلقى عنده أنواع كتيرة توزيعات كتيرة أي شخص بيأخذ الصفرة المصدرية وبيضيف المميزات العاوزة وبيحذف المميزات المعاوزة فذل النوعين الرئيسيات اللي هم البرامج المملوكة أو مغلقة المصدر closed source والبرامج مفتوحة المصدر البرامج المفتوحة أو المغلقة بتفرعت منها أنواع تانية بالنسبة للشركات التجارية لما تكون عاوزة تروج للمنتج بتاعها بتبدأ تطرح حاجة كده زي free samples أو العينات المجانية من البرامج لكن بتطرحها في شكل معين يحصرك بحسنك تجرب البرنامج لكن ما تقدر تستمر في تجربته إلا إذا استريده فعند نوع من أنواع البرامج بسموه trial version أو الإصدار التجريبي الإصدار التجريبي أنا برنامج بنزله باستخدمه في شكل مجاني قد يكون بكل مميزاته لكن لفترة زمنية معينة قد تكون مثلا 14 يوم أو شهر في ناس بده شهرين في خلال الفترة دي أنا بقيم التجربة بتاعتني البرنامج إذا البرنامج ده نفع معي وعجبني بمشي طوالي باشتريه وبقدر بعد ذاك استخدمه بشكل دائم بالنسبة لي في الحال ده يسموه trial version trial يعني محاولة أو تجربة أنا أجرب البرنامج وبعد كده إذا عجبني أشتريه وإذا ما عجبني البرنامج بيكفل تلقائيا وما بيسمح لي أن أنا أستخدمه في نوع ثاني من البرامج بسموها shareware أو البرامج التشاركية الشيروير ممكن يديك نسخة مجانية تماما يعني البرنامج تستخدمها مدى الحياة ولكن ما حتقدر فيها مميزات معينة أو features معينة أنت ما حتقدر تستخدمها إلا إذا اشتريت النسخة الكاملة عشان كده في الجوجل بلاي بتلقى إنه في برنامج ممكن تكون free لكن داخل الابليكيشن في الوصف بتاعه بتلقى فيها يسمى in-app purchase أو مشتريات داخل التطبيق ففي حاجات داخل التطبيق أنت ما تقدر تستخدمها إلا إذا اشتريت النسخة الكاملة من التطبيق يسموها shareware أو البرامج التشاركية وآخر نوع إلينا حاجة يسمها البرامج المجانية ودي بتأكيد عبارة عن برامج ممكن استخدمها مجانا بدون أي تكاليف مادية لكن ما بالضرورة أكون بقدر عدل عليها إذا كنت بقدر عدل عليها في الحالة دي بتبقى open source وبالتالي كل برنامج open source عادة بالضرورة بكون هو برنامج free لكن ما كل برنامج free بكون open source إن شاء الله في الفيديو الجاي حنبدأ العملي خاص بأساسيات الحاسوب حنبدأ من بدء وإغلاق جهاز الحاسوب فتح وإغلاق جهاز الحاسوب شوفكم في الفيديو الجاي سلام عليكم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة